اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متى بقدم الامتحان بكون مراجع الوحدة السادسة كيف براجع الوحدة السادسة بحضر الفيديوهات الاثنين الاول على منصة الثراء والثاني موجود على اليوتيوب وموجود على صفحتي الله يرضى عنكم يا رب وموجود كمان في تعليقات الفيديو الاول الموجود على صفحة منصة الثراء التعليمية الله يرضى لي عنكم يا رب وأذكركم بأهمية لأنه برمضان هيك شعرت شوي هيك صار في شوية نتوف التراخي الله يرضى عنكم يا رب هذا شهر الشغل يا جماعة الخير منفكر بطريقة علمية أكثر ونعرف أنه إذا ما زدت شيء على الحياة كنت أنت الزيادة عليها فننتبه وندير بالنا الله يرضى لي عنكم يا رب ويهدي بالكم ويمسيكم بالخير ويصبحكم الخير مساء الخير مساء النور صباح الخير صباح النور صلوا على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد إجابات الامتحان أنا ما بشرح هون هاي بس بحكي الإجابات بجوزة علق على سؤال سؤالين هلأ ذي هون كان بحكي لنا عن اللي هي students in Japan, Indonesia and South Korea no notice الأول هذا غلط لحاله ما بكفي الثاني غلط الثالث غلط إذن جوابي صحيح هو اللي هو all of the above فهذا اللي هو الشيء الأول السؤال الأول طيب الآن السؤال الثاني دقيق شوي الآن studio schools receive تتلقى many things أشياء from private companies يعني from private businesses هون حكي لنا receive funding as well as support الآن funding اللي هو التمويل support اللي هو الدعم بحكي لنا هون businesses plus support no skills plus support no funding plus qualifications كمان غلط إذن الجواب الصح هو أي واحد يا أخواني اللي هو الجواب دي هذا اللي هو الجواب الصحيح الجواب دي إذن اللي هو sponsoring هلأ هاي مرت علينا بالفصل الأول كثير كلمة sponsoring بمعنى اللي هي إيش تمويل أو الدعم المالي أنا مستبدلها هون مستبدل كلمة funding بكلمة sponsoring طيب هلأ كلمة undertake معناها اللي هي يخضع لي اللي هي to commit yourself to do something هذا إذن هو الجواب اللي يرضى لي عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله والكلمة مهمة الآن قطعة أنيتة يا محترمين يا مؤدبين الآن what impressed me most about كذا كذا الآن الكلمة المكتوبة صح هي كلمة اللي هي attitude حاي الكلمة الآن هون كتبتها ويا ما حطناها في مستطيل وحكينا عنها مهمة معناها اللي هي توجه ما بيهمني العلامة كم جبت بقدر يا طلاب المؤدبين المحترمين بقدر ما بيهمني إنه فاهم شو اللي نحل ولا لا الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله طيب الآن محترمين هذا السؤال دقيق جدا هذا السؤال الآن the education system اللي هو نظام التعليم education system in the UK has undergone witnessed experienced الآن هذول الثلاث كلمات يا جماعة معناهم مرة ب مرة ب الآن مر ب نظام التعليم مرة ب two fundamental changes تغييرات fundamental بمعنى رئيسية جوهرية أساسية fundamental معناها رئيسية جوهرية أساسية they are إنهم إيش هما هل the decrease in the percentage decrease معناها تناقص قلة decrease تناقص بالله عليكم اكتبوا الكلمة هاي عندكم ذكروها كلمة decline بالفصل الأول هاي معناها اللي هو تناقص أو قلة لها كثير معاني من معانيها تناقص لا أكيد ما في تناقص حكينا التغيير الأول هو زيادة في نسبة الطلاب إذن هذا غلط هلا when is relating to money واحد متعلق في المصاري وواحد الثاني اللي هو the increase الزيادة in the percentage في نسبة الطلاب اللي بيروحوا للتعليم العالي which is the correct answer الجواب الصح وهذا الجواب طبعا ما لهش علاقة بالمرة إذن انتبهوا هلأ من وين جبتها when is relating to money واحد فيهم متعلق في المصاري اللي هو هذا معنى كلمة financial شو معنى financial يا مؤدبين يا محترمين معناها اللي هي مالي financial بمعنى اللي هي مالي طيب الآن محترمين الله يرضى عنكم يا رب if you do a degree in medicine or law إذا انت بتعمل الآن degree اللي هو بتدرس يعني المقصود الآن طب أو قانون رح تجد انه job prospects اللي هي فرص العمل وانتبهوا للفراغ هذا وانتبهوا للكلمة طبعا المفروض تكون اللي هي ما هاس إذن job prospects اللي هي فرص العمل هتكون أفضل من إذا بتشتغل أو بتدرس اللي هي دراسة تخصص عام جدا بيكون هلا language issue is becoming increasingly important الآن language ايش يا محترمين language proficiency الآن حكينا بهالزمنات انه language proficiency هاي نعتبرها وكأنها collocation كأنها collocation اللي هي متلازمة لغوية حكينا انه اللي هو بيكون في عنا two nouns اسمين following one another بيتبعوا بعضهم أو another noun modifies another noun اذاكركم بالفصل الأول مر علينا infant mortality مر علينا life expectancy مر علينا immunization مر علينا irrigation systems مر علينا privacy settings والكلمات هاي اللي نجد اسمين وراء بعض مهمات في المشتقات طلابي محترمين مش كل اسم في الدنيا is preceded by an adjective مسبوق بصفة ديروا بالكم توجيه احنا انتبهوا إذن هون language proficiency بمعنى اللي هي مهارة اللغة أو كفاءة اللغة إذن language proficiency طيب هلا connected with education شيء متعلق بالتعليم اللي هي كلمة academic بمعنى ايش بمعنى academy إذن academic معناها academy طيب هلا I really فراغ learning Arabic الآن في تعلم اللغة العربية and I earned an A on the course I earned وحصلت على يعني means الآن اللي هي I got وحصلت على A في اللي هو في الكورس الآن the correct body idiom الآن المصطلح الجسم الصحيح إيش هو have a head for figures no have a head for figures يمتلك مهارة في الأرقام شو دخلها باللغة الآن بعيدة يعني put my back into آه والله put my back بمعنى إيش هاي بمعنى اللي هو يكرس جهد I really put my back into learning Arabic and I earned الآن play it by ear يتعامل مع التطورات keep my chin up أو keep your chin up بغض النظر الآن بمعنى اللي هو يبقى مبتهجا أو مسرورا إذن الجواب الصحيح هو put my back into another strong motive is the desire to live in a new culture الآن where do these students live وكذا كذا كمل إلى آخره الكلمة اللي فيها spelling mistake خطأ الآن في spelling mistake في الكتابة هل هي كلمة desire no مكتوبة صح minority أقلية والله مكتوبة صح إذن الكلمة motive لا الكلمة هي residence هاي الكلمة الآن المفروض instead of this s الآن it should be c لازم تكون اللي هي c residence اللي هو بمعنى سكنات يعني الجامع going to move is is less important than visiting your friends الآن this means هذا يعني الآن عنا خيارات نتطلع الخيار الأول going to move is سهل علي نزل هون going to move is نزل going to move is بما أنه نزل الطرف الأول يا محترمين نزل الطرف الأول الطرف الأول إذن بدي إشي في الحياة يساوي لس أعطوني شيء في الحياة يساوي لس اللي هو نط إذن ثبتت الرؤية going to move is is not as important as visiting your friends إذن الجواب الصحيح هو إيش هو سي طبعا هاي كلها لاحظناها هاي أظن أغلب الأسئلة هذول أغلبهم من المراجعة للتذكير بأهمية المراجعة وأهمية البثوث الأغلى إلي والله في طول مسيرتها التعليمية بثوث يوم الجمعة الآن يا طلاب المؤدبين neither math nor biology is as interesting as English الآن this means that حلا نزلت English الآن إذا نزل English هون إذن بدي أحول من as و as و نفي لقي are or more إذن English is more آه غلط الآن نزل math and biology شال النفي إذن أنا بدأ نزل النفي فبدأ تصير الآن إيش are not أو are less على الأقل الآن ما فيش هون are more معناها غلط نزل English هون English is more هاي اللي هون غلط الآن نزل maths and biology الجزء الأول حذف منه النفي إذن إنت بدك تنزل النفي أعطيني شيء يساوي النفي اللي هو اللي هو إيش less إذن less interesting than اللي هي English طبعا ما حيحط لي خيار maths and biology are not as interesting as English لأنه حيطلع كمان صحيح إذن هذا الجواب الصح اللي هو الجواب D أوكي الآن I have not got فراغ homework as my brother الآن بتطلع على السؤال هيك بطريقة جدا ذكية في عنا هون اللي هي as هلا كونه في as less بدهذان غلط more بدهذان غلط yeah as many yeah as much الآن homework uncountable noun اسم غير معدود إذن ثبتت الرؤية حلي هيطلع اللي هو إيش as much as much homework as much الآن بعدها هاي الآن المكسلات تحتوي على useful شيء الآن كلمة useful هاي عبارة عن adjective الجملة قوية ديروا بالكم 14 15 مهمات جدا 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 الآن هون هاي صيفة بعد الصيفة بدو يجي اسم هلا هذا اسم وهذا اللي هون اسم بس بدنا ننتبه للفرق بين الاسمين هذول الآن nutrients و nutrition nutrition معناها تغذية سليمة هاي وهون معناها اللي هي المكونات الغذائية مكونات الغذائية مثل اللي هي oils وفات مثل كذا وكذا معناها قاعد بيعدد انه شيء المفروض انه يكون جمع اذن الجواب هي nutrients اللي هي مكملات او مكونات غذائية الآن المؤدبين المحترمين services mostly travel and tourism الآن services اللي هي بمعنى الخدمات mostly بالدرجة الاولى travel and tourism السياحة والسفر كل هذا الكلام اللي هون لازم يكون عندي القدرة الانجليزية التحليلية انه كل هذا الكلام اللي هون هو عبارة عن ايش عن اللي هو subject اذن الاصل انه يتبع بايش يا محترمين بverb اللي هو فعل والفعل من هذول الكلمات هي كلمة dominate هاي اللي هون فعل الآن كلمة dominate بمعنى يحيمن او اللي هو يسيطر على يحيمن او يسيطر على اللي هو the majority of our economy majority اغلبية our economy الان هذول الخمستعشر سؤال اتفقنا يا محترمين يا مؤدمين انه لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد العلامة بقدر ما انه يعنيني بعد ما نسمع الفيديو الان بنعرف اللي هو ايش الحل وكيف حلينا بطريقة صح الله يعطيكم الصحة والعافية ويتقبل منكم ان شاء الله تعالى يا رب يا كريم يا الله شكرا لصبركم تعمل من شلأي طالب الفين واربعة علّه يستفيد من هاي الاختبارات الله يرضى عنكم يا رب ملقان ان شاء الله في البثوث الدورية يوم الجمعة يوم الاحد وباقي المعلمين الفخمين كلهم كاملين الله يرضى عنكم بس انا بحكي هون عن الانجليزي يوم الجمعة للالفين واربعة ساعة تسعة ونص ويوم الاحد للالفين وخمس الساعة كمان تسعة ونص ان شاء الله شكرا لكم يعطيكم صح والعافية سلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته